السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم بالخير أعزاء الطلاب والطالبات أنا المعلم عبدالله بن سعد العبيد سوف أقوم اليوم بدرس مراجعة لمادة التوحيد للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني موضوع درسنا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كتاب الله تعلمنا في الدرس الماضي لماذا أرسل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرفنا بأنه أرسله لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فماذا يجب عليك نحو نبيك صلى الله عليه وسلم وما الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اليوم نتعلم ونراجع درس تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته ونتعلم درس القرآن الكريم كتاب الله الأهداف وهي الأمور التي نريد أن نحققها أو الوصول إليها وهي أن تتعرف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهدافنا أن تذكروا واجبكم نحو القرآن الكريم أيضا من أهدافنا أن تستدلوا أي تذكروا الدليل على وجوب الإيمان بالقرآن الكريم الدرس الأول تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته محبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بأنه أسري به من المسجد الحرام في مكة المكرمة بصحبة جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى في فلسطين ومن هناك عرج به إلى السماء السابعة ثم عاد إلى مكة في ليلة واحدة كذبت قريش هذا الخبر وأخبرت الصديق بذلك فقال أبو بكر لقد صدق فسمي الصديق الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقونه فيما أخبر وكما كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول فقد كانوا يطيعونه ومن ذلك موقف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة حينما كانت قريش تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل علي هل رفض علي أن يبيت في فراش النبي لا وإنما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وبات في فراشه مع علمه أنه معرض للقتل ولكنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيعونه ويفدونه بأموالهم وأنفسهم حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول حقوق علينا أولا يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار أي خبر يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نصدقه ويجب ويجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أيضا يجب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطيعه حقوقه صلى الله عليه وسلم للنبي حقوق علينا فما هي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أولا المحبة فحق النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبه أيضا التصديق نصدقه فيما أخبر أيضا الطاعة نطيعه فيما أمر التقويم وهيا بنا نتدرب أولا ما حكم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر متاز واجب التقويم الثاني أصل بما هو مناسب نقرأ أولا العمود الذي في الجهة اليمنى ثم نقرأ العمود الذي في الجهة اليسرى ونصل كل جملة بما هو مناسب أولا يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يجب اجتناب أربعة يجب أن نعبد الله وفي العمود الثاني نجد فيما أمر به ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأخبار بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم والآن نصل بما هو مناسب أولا يجب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز فيما ذكره من الأخبار ثانيا يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم فيما أمر به ثالثا يجب اجتناب أحسنتم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وآخرا يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم التقويم الثالث أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي لم يطع الصحابة رضي الله عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنتم هذه العبارة غير صحيحة والصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أحسنتم هذه العبارة صحيحة يجب أن نعبد الله بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم هذه العبارة صحيحة التقويم الرابع أكمل بالمناسب اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه واجب أم مستحاب أحسنتم اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واجب تحيي لكم يا أبطال التقويم الخامس أكمل بالمناسب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ما رأيكم مستحبة أم واجبة طاعة النبي أحسنتم واجبة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به واجبة التقويم التقويم الخامس أختار نصف الدائرة الذي يكمل الجملة نصف الدائرة الأول عبادة الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مكروه محرم عبادة الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنتم محرم تحية لكم يا أبطال الدرس الثاني القرآن الكريم كتاب الله القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كلام الله نؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جبريل هو الملك المكلف بالوحي وهو الذي نزل بالقرآن من السماء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحمد الله أن أرسل إلينا أفضل رسله وهو محمد وأنزل علينا خير كتبه وهو القرآن وشرع لنا أفضل شرائع دينه الإسلام تعظيم القرآن الكريم يجب علينا تعظيم القرآن الكريم وتوقيره واحترامه قال الله تعالى بل هو قرآن مجيد القرآن الكريم الكتاب المنزل نزل القرآن الكريم في شهر رمضان في ليلة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن القرآن الكريم نزل في شهر رمضان في ليلة القدر تدبر القرآن الكريم والعمل بما فيه المسلم يحرص على قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهمه والعمل به قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا التقويم وهيا بنا نتدرب أولا من الملك الذي أرسله الله بالقرآن الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم الملك هو جبريل عليه السلام التقويم الثاني أضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي نزل القرآن على عيسى عليه السلام ما رأيكم أحسنتم هذه العبارة غير صحيحة والصحيح أن القرآن نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب تعظيم القرآن الكريم واحترامه أحسنتم هذه العبارة صحيحة نزل القرآن في ليلة القدر أحسنتم إجابة موفقة هذه العبارة صحيحة التقويم الثالث ما الواجب علينا تجاه القرآن الكريم أحسنتم يجب علينا احترام القرآن الكريم وتوقيره وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه التقويم التقويم الرابع ألون الأمثلة التي تدل على تعظيم القرآن الكريم وتوقيره نقرأ نقرأ أولا عدم الإنصات إليه الاستعاذة عند قراءته الطهارة عند قراءته وضع الكتب فوقه ما الذي يدل على تعظيم القرآن هل عدم الإنصات إليه من تعظيم القرآن وتوقيره أحسنتم هل الطهارة عند قراءته من تعظيم القرآن أحسنتم الاستعاذة عند قراءته ما رأيكم ممتاز وضع الكتب فوقه هل تعظيم نا للقرآن أن نجعل الكتب فوقه أحسنتم بارك الله فيكم وتحية لكم يا أبطال ذكرنا في بداية هذا الدرس مجموعة من الأهداف التي نريد أن نصل إليها وينبغي علي أن أكون في هذا الدرس قد وصلت إلى هذه الأهداف وتعلمت تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وتعلمت طاعته صلى الله عليه وسلم وعدم معصيته وتعلمت احترام القرآن الكريم وتوقيره وتدبره والعمل بما فيه أحبائي وأعزائي الطلاب والطالبات إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسي هذا اليوم شكرا لاهتمامكم شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا